وعد حكومي جديد بصرف المرتبات آمل يأتي وسط كم هائل من التحديات المعيشية التي تعصف بالقطاع الواسع من موظفي الجهاز الإداري للدولة ومنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية التوجيه الأحداث لرئيس الوزراء تحدث عن مرتب شهر يونيو الذي قيل إنه سيصرف في العشرين من هذا الشهر متجاوزا أشهرا عدة قبله لم يحسم بعد أمر مرتباتها ومستحقاتها المؤجلة مؤشرة عدة على عدم إمكانية انتظام الحكومة في صرف مرتبات موظفيها مع استمرار الأسباب ذاتها المؤدية إلى ذلك وعود كثيرة وتوجيهات كثيرة وضعت عشرات الآلاف من الموظفين على خط الانتظار تطحانهم الظروف المعيشية والمتطلبات الملحة لاستمرار حياتهم وحياة عائلاتهم لا يقتصر الأمر على الجهاز الإداري بل تعداه حتى إلى وحدات الجيش المقاتلة التي تواجه بدورها التحدي المعيشية نفسه بسبب عدم الانتظام في صرف المرتبات لم تتمكن الحكومة ولا التحالف من حسم ملف يدخل في صلب الاتزامات الأصيلة للدولة والحكومة وهما يستعدان حضورهما في الجزء الأكبر من البلاد إخفاق يقابله إخفاق فالانقلابيون وضعوا اليد على مقدرات الدولة في جزء مهم من البلاد وتركوا مئات آلاف الموظفين بدون مرتبات ونهبوا المساعدات وأفسدوا الحياة كما لم تفسد من قبل وفيما يرى المراقبون أن الحكومة تتحمل عبءا ثقيلا يتجاوز طاقتها تنصرف الأذهان إلى دور التحالف الذي يبدو أنه يتركها شيئا فشيئا لمواجهة مصير صعب للغاية